يقول ربنا تعالى في كتابه الكريم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق في خبر من ريترز هناك إشارة قوية على إثبات اقتراب الطارق نيبيرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية بنرحب بكم وبنذكركم بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنسأوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أن تعلم الغيوب قبل أن نبدأ تناول التقرير تقرير ريترز مقاله المفسرون أو بعض المفسرون في تفسير صورة الطارق قال تعالى في مطلع صورة الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم مستاقب قال ابن كثير عليه رحمة الله إن الله تعالى سبحانه وتعالى يقسم في هذه الآيات بالسماء وما تحويه من نجوم مضيئة وكواكب منيرة خلقها الله سبحانه وتعالى فسر الطارق في الآية السابقة بالاستناد على أقوال أهل العلم بأنه طارق يعني يأتي بالليل وقال بعضهم الثاقب المضيء وقال آخرون هو النجم الذي يسقب الشياطين ويحرقها والآن نتناول ما جاء في تقرير ريترز لاحظ العلماء كوكبا ضخما يبلغ حوالي تسعة أضعاف كتلة كوكب المشترى في مرحلة مبكرة بشكل ملحوظ في التكوين ووصف بأنه لا يزال في الرحم في اكتشاف يتحدى الفهم الحالي لمهمة الكوكب الأحمر استخدم الباحثون تلسكوبا سوبارو وتلسكوب هابل الفضائي في المدار لاكتشاف ودراسة الكوكب وهو عملاق يدور بشكل غير عادي والآن جاء في تقرير ريترز حيث لاحظ العلماء كوكبا ضخما يبلغ حوالي تسعة أضعاف كتلة كوكب المشترى في مرحلة مبكرة بشكل ملحوظ من التكوين ووصف بأنه لا يزال في الرحم في اكتشاف يتحدى الفهم الحالي لمهمة الكوكب الأحمر استخدم الباحثون تلسكوبا سوبارو وتلسكوبا هابل الفضائي في المدار لاكتشاف ودراسة الكوكب وهو عملاق غاز يدور بشكل غير عادي وعمالقة الغازية هي كواكب مثل أكبر نظامنا الشمسي المشتري وزحل يتكون أساسا من الهيدروجين والهيليم مع غازات سبات تحيط بنوات صلة أصغر وهو منغرس في قرص متوسع من الغاز والغبار يحتوي على المادة التي تشكل الكواكب يحيط بنجم يدعى AB كما ذكروا يقع على بعد 508 سنوات ضوئية المسافة التي يقطعها الضوء في عام 1 5.9 مليار ميل من الأرض اكتسب هذا الكوكب شهرة عابرة عندما ظهرت صورته على شكل مزنب يصطدم بالأرض في مشهد من فيلم لا تنظر إلى الأعلى Don't Look Up عام 2021 حيث ينطلق علمان فلك في جولة إعلامية لتحذير البشرية من مزنب يتجه بسرعة نحو الأرض اكتشفوه سيدمر الكوكب لكن لا أحد يولي الاهتمام في هذا العالم المشتت من حروب واقتصاد ومجاعة وكوارث طبيعية لا أحد يولي اهتمام لا أحد يولي الاهتمام مصدر هذا الخبر هو وكالة رويترز للأنباء سلم يا ربي سلم شكرا جزيلا دمتم في أمان الله